اشتركوا في القناة وهو العوامل التي أدت إلى نجحنا سبب العنوان ده إيه؟ إن أنا كنت عملت كلمة أو صورة وأنا في أربيل في كردستان العرق وحصل النقاش عن اسم الإغاثة الإسلامية وكيف بدأت ومن المؤسس ومن أين تأتي الأموال إلى آخره إلى آخره وحصل النقاش يعتبر نقاش صحي وجيد من بعض الشباب من مصر ومن العرق ومن بعض دول أخرى حول هذا الموضوع فأردت أن أحيي هؤلاء الشباب كلهم اللي أثاروا هذه القضية على صفحتي وأن أنا أرد على بعض الأسئلة اللي أثاروها عندي في الصفحة منذ أسبوعين اللي بعد كده في أنا كتبت وأنا في الطيارة راجع من البغداد لإسطنبول 18 عامل من عوامل النجاح قدة النجاح ننزل لهذه العامل واحد واحد أول واحد توقيت البدء في عمل الإغاثة الإسلامية والمناخ السياسي المحيب بها 84 يعني البكرة إن شاء الله حيكون نعيد لل34 للإغاثة الإسلامية و17 يناير 2018 لأننا بدأنا يوم الثلاث 17 يناير 1984 فالتوقيت اللي هو 84 كانت الحرب على الإسلام والإسلامفوبيا ليست كما نراها اليوم وكان الحرب على الجاليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا ليست كما نراها اليوم المناخ السياسي زمان مختلف تماما عن المناخ السياسي والمناخ الاقتصادي والمناخ الاجتماعي والمناخ كل مناخات اللي بتحيط بنا دلوقتي اللي مغلفة بثقافة وأتر ونظم ونظريات الحرب على الإرهاب ف84 كانت الدنيا ربيع والجو بديع وكان كل الناس بيشتغل لدرجة نحن في الوقت ده لما كنا منسافر أمريكا ونركب طيارات هناك كنا ممكن نحجز الطيارة وإحنا في المطار أو نشتري الطيارة نشتري تذكر الطيارة وإحنا طلعين الطيارة يعني كاش أو بالكريت كارد إلى آخر كان أمر سهل اللي سهل إلى الغاية فالتوقيت من 30-34 سنة يختلف عن اليوم والمناخ السياسي ومناخ الاجتماع ومناخ الأمني ومناخ العسكري تماما يختلف عن اليوم دي نمرة واحد نمرة اتنين موقع غرافي وبلدة المنشأ احنا نشأنا في بريطانيا ما نشأناش في أي دولة أخرى نشأنا في دولة بتعتز بديمقراطيتها بتعتز بوجود مؤسسات عندها بتعتز بوجود مرجعيات قانونية واجتماعية وسياسية الآخرة مش دول زي اللي احنا منشوفها دول مكونة من بعض العصابات أو بعض الأفراد أو بعض التوجهات الأمنية والاستخباراتية فالموقع الغرافي مهم جدا 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 ده قد البلدة المنشأة اللي احنا تكلمنا عنها يعني نشوف نحنا من 84 إلى الآن ما زالت تستمر الغازة الإسلامية بقوة في تتعدى كل التحديات اللي شفتها في 2001 سبتمبر 2001 وبعد كده الحالين اللي حاصل دلوقتي من كل التشويهات اللي بتحصل على العمل الإسلامي الإنساني في العالم ومشي لأن البلدة والبلدة اللي احنا موجودين فيها يعني فيها قانون أسهل حاجة نقولها فيها قانون العمل التالي هو الرؤية كان عندنا رؤية واضحة جدا عمل إنساني يعني عمل إنساني لهو عمل سياسي ولهو عمل عسكري ولهو عمل دعوي إلى آخره فكان عمل من أول يوم هو عمل إنساني لا يحيد إلى هذا أو إلى هذا لا يحيد إلى هذا أو إلى هذا يعني كان واضحة الرؤية عندنا من أول يوم ف84 إلى أن سجلنا وانطلقنا فيما بعد السراحة الثانية اعتمد على القوائد الشعبية كنا كلنا طالبة في الجامعة انا كنت بادرس الدكتوراه ها وانا احد المؤسسين مع الدكتور احسان شبيب انا كنت بادرس الدكتوراه في جامع عبر منجهام فيه اللي هو الاطفال اللي موردين بستسقى في المخ او ما عندهمش مخ والجهاز العادر بتاعه المفتوح واحسان كان بادرس الدكتوراه في الكيمي احسان اصلا دكتور احسان اصلا من اصل هو اصلا فلسطيني وكان ايه الجنسية بتاعته جنسية عراقية في نفس الوقت وكننا احنا الاتنين بنمشي في الشوارع والمساجد والمؤتمرات والمؤتمرات الدكاكين بنوضع الأوراق الى آخر فكننا بنعتمد اعتمد كامل على الجاليات اللي موجودة في بريطانيا وفي أوروبا وفي أمريكا لم نعتمد على شخصيات مرتون موقع لم نعتمد على تنظيمات واللي يجي ممكن يجي حسبنانا لأن في ناس كثيرا جدا لا تفهم كلمة توفيق وتفهم كلمة توفيق وبركة اللي بيعتار ربنا سبحانه وتعالى لبعض الأشخاص اللي عاملين في عمل ما فيربي لهم أو يربي لهم العمل بتاعهم فيينمو ككابل أحد كما قال السيدة عائشة رضي الله عنها فنرزو لننا نعتمد الاعتماد تام على المتبرع الصغير سواء كانت امرأة أو رجل مسجد أو محل إلى آخره إلى آخره إلى آخره فدي كانت القاعدة الأسسية بتاعتنا في التنمينات نمرة خمسة إننا كنا بنركز في مرحلة البناء يعني أنا أعتقد من 84 إلى 89 كان كل الشغل في بريطانيا كنا بنلف زي النحلة دايرة زي نيه؟ زي النحلة دايرة زي ما يقول عليه كعب داير في بعض الروايات اللي بنتكلم عنها يعني أنا كنت أتذكر إن إحنا كان عندنا في رمضان اسمها كارفان تور يعني ناخد العربية من ليلة رمضان عبد الرمضان بيوم إلى آخره ونقعد نلف من برمنجهام لغاية منوصل لأبردين وكنا كل يوم بنبيت في مسجد نعرض مشاريع بتاعتنا نوزع الأوراق ونرجع في آخر رمضان بعد ليلة القدر فقعدنا في الأول خمس سنوات من 84 إلى 89 إن إحنا نركز في إن الناس تعرفنا في البلد اللي إحنا فيها لأنه دي الأصل اللي إحنا نطلق منه فحينما تنطلق من مكان لابد أن يعرفك الناس وإثقوا فيك فكنا بنذهب للناس ونحن ما زلنا صغار لا يعرفنا أحد طالب يدرس دكتوراه وطالب تاني ناخد العربية ونننف المساجد ونروح ونرجع إلى آخر فده كنا مركزين في مرحلة لأول خمس سنوات لفينة بريطانيا كعب داير زي ما بيقول حارة حارة وزنجة زنجة وطوبة طوبة إلى آخر نمر ستة لعمر ستويع كنا نعتمد اعتماد أكتر من 90% على طلبة المدارس وطلبة الجامعة طلبة المدارس وطلبة الجامعة وكنا بنقعد في المكتب عندنا وكانش عندنا مكتب زي ما انتم عارفين يمكن اغلبكم عارفين بدأنا احنا بصندوق على الحيطة ف84 وبعد ما بقى كده عندنا ديسك يعني مجرد طاولة كده وبعد ما جبنا تليفون مشترك وبعد ما بعد كده جبنا بعد تليفون مشترك خدنا غرفة كان فيها ثلاثة متر في ثلاثة متر كان نصها فران ونص تاني حاجات تانية كنا بنبايد فيها ونشتغل فيها فكنا بنعتمد اعتماد كبير جدا 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 على طلبة المدارس وطلبة الجامعات وكان فيه بعض الجامعات الاسلامية اللي تبع لاتحاد منظمات الاسلامية اللي موجود اسمه فوسز موجود كان في مقره في لندن وفيه بقى جامعات اخرى كانوا بييجوا معنا وفيه جامعات شبابية من منشستر ومن بيرمنجهام ومن لندن وكذا وكذاك في التعامل التويع تمدنا على العمل الرياضي العمل الرياضي كنا بنعمل دورات رياضية عشان نكتذب بها الشباب في كرة القدم في كرة الطائرة في السلة في البادمنتون في الفوليبول حتى ان الادابة كان فيه اجرنا لهي القوعات بتاعت اللي هي اكبر ارض معارض موجودة في بريطانيا في الوقت ده وكانت اول دورة عملناها سنة تسعة وتمانين في مركز رياضي بيرمنجهام وسنة تسعين اه سويا اه يعني وسنة تسعين عملناها في المركز المركز المعارض في الجنب المطار بيرمنجهام الدولي فكننا معتمدين تسعين في المية عن شغلنا على العامة التطوعية فلم نوظف احد في هذا الوقت اصبح لنا مجلس امناء نمر سبعة مجلس امناء وكان علاقته انه بيثق في المؤسس وبيثق في الناس العاملين وهنا حكاية الثقة دي من مجلس الامناء وجازت نفيذ مهمة جدا لتشييد البناء يعني اول خمس ست سنين كنا بنحفر في الارض وبنلف بريطانيا كعب داير وبنعب مع الناس في كل حتة في كل حارة في كل زنجة زنجة كل حتة وبعد مجلس امناء اللي يتكون بعد كده هو كان عنده ثقة في الجهاز التنفيذي الصغير اللي هو كان بيتكون من اتنين او تلاتة او اربعة دا في بداية التسعينات فلما انتظر بعد كده هو الثقة والعلاقة المتبادلة ما بين الجهاز الحاكم اللي هو مجلس الامناء والجهاز التنفيذي اللي هو مجلس الجهاز التنفيذي اللاجنة التنفيذية كان فيها المؤسس اللي اصبح بلا كده مدير عام واصبح بلا كده رئيس المؤسس اللي هو انا عشان ما حدش يقعد ايه يلف ويدور يقول وانا اصلي اسمي هاني عبدالجواد السيد مصطفى البنة حمودة البنة يعني ابوي اسمه عبدالجواد وجدي اسمه سيد شيخ سيد مدفون في البقيع وقبال عندوك كلكم وقبال عني كمان ممكن لهم موت هناك وقبالك وجدي جدي اسمه وجدي ابوي اسمه مصطفى وجدي جدي اسمه حمودة ومن المنصورة خلاص مش اللغش اللي عندوكو نكمل بقى فاما نتكلم في الموضوع ده ان اللجنة التنفيذية كان بتعتمل على التطوع وكان بدأنا نهيكل بدأنا نعمل هيكل للاغاثة الاسلامية في سنة 1991 هاي نعرف ان في مجلس تنفيذي بتكون من ادارة ادارة عاملين بتكون من ادارة لجمع التبرعات ادارة اعلامية وادارة للمشاريع ده من ستة او سبعة وعشرين سنة سبعة وعشرين سنة بدأنا نهيكل الجمعية في هذا الوقت اللي بعد كده كنت انا وانا بتافر في الفترة دي في الطيارة كان عندي حلم ازاي بنختار البلاد اللي احنا عنا نعمل فيها كنت مركز في الفترة الاولية تماما على الدول الغنية اللي في اوروبا وامريكا كنت دايما نقعد في الطيارة واتفرق على خريط العالم واعمل دواير على كل مدينة في كل دولة عايزة نشتغل فيها من امريكا سواء كانت في واشنغتون في نيويورك في في لوس انجلوس في شيكاغو الاخرية في باريس في روما في براسل حتى كان ساعتها في الوقت ده ففي نهاية التمانية اول تسونات لو يعني ميلاد وسط الجمهورات وسط اسيا كنا فتحنا فيها مكاتب في اللي هو كازاخستان واوكرانيا والشيشان وازربيجان الى اخر وكذلك في شرخ اوروبا كان ليا توجه ايضا انا كان ليا توجه ايضا واللي عايز يجي يكلمني انا عايز يكلمني على التاريخي يتكلم معانا في الفترة دي بالذات في بلغاريا وفي مقدونيا وفي البوسنة وفي البانيا الى اخر الى اخر فبدأ ذكرنا كل ما كنت نقعد في الطيارة نقعد نعلم على كل المدن دي كلها والحمد لله ان ده اصبح عمل الاغاثة تنوع في الدخل في مصادر الدخل بتاعها المؤسسات الموجودة في دول غنية تعتمد على دولة واحدة هي في خطر قلت الكلام ده يمكن من اكتر من سنة او سنتين لقصد المؤسسات اللي في الدول العربية الغنية خطر ان تكون لك مصدر واحد من الدخل مصدر واحد فيذلك اللي بيميز الاغاثة الاسلامية عن باقي المؤسسات العربية والاسلامية في العالم انها اصبح مصادر دخلها متعددة من امريكا من كندا من فرنسا من بلجيكا من هولندا من انجلترا من المانيا من سويسرا الى اخ الى اخ الى اخ الى اخ الى اخ الى اخ بس الكلام ده بدأ امتى بدأوا الدنيا ربيع والجواب ريع والجواب ريع وكان فيه اريحية عند المناخ السياسي في اوروبا وامريكا والعالم ان العمل ده ينمو فنما انا بتكلم على فترة التمانينات نهاية التمانينات والنصف الاول من التسعينيات يعني بتكلم من تمانية وتمانين لستة وتسعين وسبعة وتسعين لما تفتحك كل المكاتب دي كلها المكالسون بتقولك ايه عايدنا نرجع زي زمان قل للزمان نرجع يا زمان ولو قلت ليه بدأت تاني مرة تانية هعمل نفس اللي عملته لانه نجح بعمل من كتير من المتوعين كيف كنا بنختار المسؤولين في بعض الدول انشط ناس كنت انا مسلم طبعا بحب الاسلام ونتمنى العالم كله يبقى مسلم لكن انا لا اكبر احد على الاسلام فكنت بختار انشط الشباب اللي كانوا موجودين في البلاد اللي احنا مكروح فيها بس خلاص يعني هاتلي انشط واحد يطلع خلفيته اي ولا بي ولا سي ولا دي الخلفية لا تعني عندي اي شيء تعني عندي انه انسان يستطيع ان يقوم بالمهمة دي في هذا المكان وفعلا تلعوا من هذه الكواكب الجميلة شباب جميل جمال جدا في فرنسا وفي بلجيكا في ولندا في بريطانيا والمانيا في سويسرا الى اخري الى اخري الى اخري الى اخري هم اللي بنوا الى اغاثة اسلامية من نهاية التامنات الى يومنا هذا ولا تعتقدوا ان شخص واحد استطاع ان يبني هذه المؤسسة واحدة فاختيار البلاد ما كانش عشوائيا كان جزء من الرؤية اختيار الناس كان الانشط هاتلي الأنشط عندك في باريس الأنشط عندك في براسل الأنشط عندك في أمستردام الأنشط عندك في كولون إلى آخره إلى آخره ونبدأ بالشباب وكانهم أغلبهم الشباب إن لم يكن كلهم شباب منهم ما كان دون التلاتين منهم ما كان دون الأربعين كان أغلبهم الشباب عشان نعرف لكل التشكلات سواء كانت تشكلات دينية أو غير دينية إن العمل الذي نريد إنجاحه لابد أن يبنى على سواعد الشباب سواء كانوا شباب يعني شبات او شباب ان شاء الله من 11 كفاءات الشابة اجريع مرة تانية من الكفاءات الشابة دي يعني ناس كانوا عندنا متطوعين وما في سنوي اذكر على سبيل المثال اللي هو رئيس الاسلاميك في امريكا بدأ وهو في سنوي في الدورة الالعاب الاراضية وخرج من الجامعة وسافر تاني يوم او تاني شهر او تالت شهر ما تخرج من الجامعة على امريكا اصبح دلوقتي بعد خمسة وعشرين ستة وعشرين ستة هو رئيس المكتب في امريكا اللي احنا نتكلم عنه التاني برضا كان طالب في كلية الحقوق خرج كذلك من الجامعة واستمر معنا من الاول كان اسمه انور التاني كان اسمه جانجير ويشتغل في براتفورد ومن براتفورد بعد كده ودناه الى امريكا التالت كان لبناني اسمه فادي فادي عيثاني كان اسمه مكتب لندن كان عندي يمكن 22 سنة وتدرج في هذا العمل الى ان اصبح مدير اليوكي واصبح مدير علاقات الدولية كل دول كانوا شباب صغيرين شباب صغيرين في العشرينات ها خرج المولد كذلك شخصية اخرى حاليا دلوقتي بيشتغل في قوم المتحدة المدير العام اللي اغاثة الاسلامية موجود دلوقتي بدأ من 25 سنة هم مكملش 50 سنة دلوقتي بدأ من 25 سنة وغيره 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 فاحنا اعتمدنا من اليوم الاول في مرحلة البناء الاساسية الاولى في التسعينات كنا هيد هانتنج يعني صيادين الشباب الاقي شخصية زي واحد كان اسمه الاستاذ هارون اعطالله دلوقتي بيشتغل في المؤسسة من اكبر مؤسسات المالية في العالم في ايطاليا جي وهو عنده لسه مخلص اللي هو شهادة المحاسبة اللي هي الزمانة المحاسبة نصر الدين هو المدير العام اللي غز دلوقتي كان لسه بيشتغل في الكمبيوتر في الاي تي اه اه انا قلت انور ففي مجموعات كتيرة جدا سكندر عاية بيشتغل في ديفت دلوقتي موجود في باكستان بدأ غايدا كان لسه شاب صغير في الجامعة وغيرهم فلذلك دي تجربة حقيقية تقول لمن يشكك في العمل انها بنيت على اكتاف الشباب خلفيات يعني خلفياتهم متبينة ومتبعدة يبقى احنا تكلمنا كفاءات الشابة دي كان احد اسباب النجاح الامر التاني هو الاستجابة السريعة كنا زي كده ما بننامش بتحصل حال كارسة هنا نطلع على طول كنا اول مؤسسة في اوروبا بتكون مستجيبة لأي كارسة بتحصل ويمكن كان المفرقة العجيبة في الوقت اللي كان الناس مختلفين على زلزال ايران في 1991 مش 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 زلزال بام في 2008 زلزال ايران اولايا في 1991 والخلاف الطائفي الفقهي في الوقت ده وشخصية الامام الخميني وشخصية كذا 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 الى اخره احنا كنا نزلين في الشارع بالمنشورات بلعتنا قبل اي ماذجة حتى قبل التشكلات الشيعية اللي موجودة ببرطانيا واستعنا في الوقت ده انها نجمع ما لا يقل 9.4 مليون جنيه فاقل من تات اسابيع وستعملنا فيها بعتناها الهلال الاحمر الايراني كنا نستجيب باستجابة سريعة جدا 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 في هذا الوقت سواء كانت لزلزال ايران او الفيضان السودان اللي حصل في نفس الوقت ده او الفيضان اللي حصل في بنغرديش باردك في تشعيين مهو من تشعيات تومنين لتسعين وحتشعين التات كورزول وبعد كده جبع كده حرب البصنة اللي احنا كلنا عارفنا العمل في مناطق الخطرة ما توقفناش عن العمل بل بالعكس من اخطر مناطق اللي احنا عملنا فيها البصنة والشيشان وعملنا فيها وكانت لسه المؤسسة وليدة صغيرة لا يعرفها احد ومع ذلك دخلنا هناك في المناطق دي كلها وقال لنا يا رجال وهم دلوقت اصبحوا نجوم زي الاستاذ مصطفى عثمان المدرب دولي دلوقتي هو كان احد عوامل النجاح في قضية البصنة وزي الاستاذ حشمة خليفة اللي هو دلوقتي بيعنده شركة خاصة بتاعته بعد ما مخلص الشغل في الاغاثة هو كان احد الناس اللي انجحوا لعمل الاغاثي داخل البصنة وزي لطف السيد وغيرهم الناس كتير كتير انجحوا هذا العمل ده بالنسبة لايه للبصنة بالنسبة للشيشتين كذلك يعني في خمسة وتسعين يناير خمسة وتسعين كان فيه اتنين من الاغاثة الاسلامية موجودين فيه داخل جروزني اسكندر علي ويمين ومصطفى عثمان في عز التلج ومن عجائب القدر ان الان بي سي كان ساعتها موجودة هناك فسجلوا الاغاثة الاسلامية من داخل جروزني في يناير فبراير الف تسعمائة خمسة مات الخطرة الناس راحوا ما ماتوش ما خفوش ما كشوش ما تخضوش ودخلوا الحمام وبلوا نفسهم لا اشتغلوا فليه يكلم معنا بعد خمسة وتلاتين سنة أربعة وتلاتين سنة اقولوا انتو فين انا اقولوا انتو فين والحب فين ظلموا لينا دايما معاك احنا وقفنا في الخطر في كل مكان في العالم ونستحق اننا نتميز عن الاخرين ونسعدنا نكون رواد من اول يوم ما كناش بنخرط الورق على الاطلاق على الاطلاق اجندة واحدة زي ما انا قلت عليها ما فيش خلط اوراق من اول يوم لذلك لذلك الناس الحكومات والدوائر السياسية كانوا بتراقبنا عن كثب قبل ان تمنحنا اي منح دولية سواء كان من الاتحاد الاوروبي او من الحكومة المرطانية او من الحكومة المرطانية او من الحكومة المرطانية او او الى اخر بعد 2001 الى اخر ولا حصنك فيش خلط اوراق ليس لك الحق ان تخطئ بنية حصنة ليس لك حق حتى وانساء اليك الاخرين دلوقتي حرب الاشعات وحرب الاكاذيب والاتهمات اللي عاملها بعض الاعلامين والاعلاميات والدوائر الاخره نحن يعني نواجهها لكن لن تعطلنا عن العمل نواجهها لكن لن تعطلنا على العمل ونقول لكم ان في حاجة يسمها توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى وحاجة يسمها بركة من عند ربنا سبحانه وتعالى والبركة جند من جنود الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن يشاء كما أن الغباء جند آخر من جنود الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن يشاء إن كان حد شر يكون عنده إمكانيات زي ما هو ربنا أعطاه له 15 البناء الداخلي اهتمنا بالبناء الداخلي زي ما قلت في سنة 91 بدأنا نعمل هيكلية وكان أهم شيء في الهيكلية دي جهازين الأول كان الإدارة المالية الأول كان الإدارة المالية فلذلك لما تيجي بعد المدة دي كلها بعد دول المانحة أو المؤسسات المانحة الكبيرة تعطيك 10 مليون و 5 مليون و 20 مليون و 30 مليون سواء كانت كاش أو كانت مواد عينية لأنها عارفة أن أنت عندك جهاز مالي مراقبي داخلي جهاز المالي اللي بيجي الخارجي اللي بيحاسبك شغل الدرواشة وأن نجيب أي حد يكتب أي حاجة ولبس تقيد دف في رأس ده لا لا و مليون لا لذلك ما طبتش الإغاثة من مقتل المال ولا أنت طب من مقتل المال كان فيها مالي قلة عن 8 أو 10 محاسبين مراجعين محاسبين لو عندهم الزمالة دا من ساعت كام؟ دا من أول التسعينات يعني لا نتكلمش عن لعب نتكلم عن مسيرة نتكلم عن مسيرة نتكلم عن مسيرة نتكلم عن إدارة المالية وبرامج وبرامج ده من الحاجات اللي هي أسباب النجاح نمر 16 طبيقين معايير الإنسانية أنا كلمت عنها كتير جدا اللي هي الحيادية والشفافية وعدم الانحياز والإنسانية والتطوع إلى آخره سبع معايير كنا بنطبقها من أول يوم لذلك نظرت إلينا بعض الكثير من الهيئات الدولية وبدأت الشراكات معنا في منتصف التسعينات من مؤسسات كده جدا في الأمم التحت بعد كده الانفتاح الداخلي والخارجي بدأنا الانفتاح خارجيا على المجتمع الدولي في أوائل التسعينات في حضور المؤتمرات الأممية وغير المؤمية من 92 و93 و44 إلى آخره كنت أنا شخصيا بحضر وكنت بقعد أسمع علشان أتعلم وعلشان أفهم وعلشان بعد كده أتكلم كثير جدا في الوقت ده كان كثير من الشباب اللي كان عندهم أموال أد كده وعادين متقوقعين في دولهم اللي هم كانوا يعتقدونها حتحميهم كانوا بيفسقونا شوية شوية كانوا هيكفرونا في التسعينات ما سمعناش الكلام بداعهم لأنه كان كلام خارج النغم اللي احنا نتكلم عنه نتكلم عن معين الإنسانية نتكلم عن المفتاح لأنني ليس عندي ما أخبيه على الآخرين لذلك المفتاح بدأ من أول التسعينات يعني من سنة كام من حوالي 25 سنة داخليا بلأ التوظيف لغير المسلمين معنا من نهاية التمينات أول التسعينات وفي خليط من الأجناس موجودة حاليا داخل لغاية الأسبعة هي كثير جدا من مؤسسات الإسلامية في تميز أكثر من مؤسسات الأخرى الغير الإسلامية لكن لأن المناخ مناخ إسلاموفوب ومناخ محاربة الإرهاب ومناخ ربط الإرهاب بالإسلام فيحاربوا من؟ يحاربوا ناجح من المسلمين نمرة 18 التسجيل في المحافلة الدولية بدأ من زمان زمان مش عالك فيه ونهي كنا زمان وكلنا اتنين أحب اتنين حاجة زي كده مكلسوم الله ده أرحمها بقى تعرفوا يا شباب تسجيلنا في الاتحاد الأوروبي كان سنة كم؟ كان في 2001 2001 ده قبل كده أممتحدة 1993 سجلنا في المجلس الاقتصادي الاستشاري الأممتحدة في المؤسسات الحكمية في 1993 يعني في 1993 كان عندنا حيثية في الأممتحدة في 2001 عندنا حيثية أخرى في اتحاد الأوروبي ده قنات صلت بيهم قبل 11 سبتمبر بكلم مع المكتب الافتحاد الأوروبي بقول له لين دم أخرين تسجيل عندكم؟ يعني شدت عليهم كده أنا احنا مؤسس بالأوراق من 6 أشهر جالنا التسجيل بعدها في أكتوبر أو نوفمبر ولم يتأثر التسجيل بـ 11 سبتمبر فاهمين يا شباب؟ لما يتأثر تعطيل تسجيل بقى تسجيلنا بقيت لين أوراق بعد سبتمبر 2001 ومد يأخذ الشركة في إبريل 2002 فدي هي المسيرة علشان الناس اللي بتسأل السئلة أنا سعيد جدا بالنقاش اللي حصل جدا 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 ويعني زي ما تقولوا هنعمل الليلة فرح الليلة عيد عالدنيا سعيد ربالك سعيد باللساء الأسئلة الشاب المصري أنا سبتمش فاكر اسمه والشاب اللي رده وكان نقاش راقي جدا 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 يقول لنا إن الناس عايزة تعرف إيه اللي بيحصل عشان ينجحوا أكتر مننا وأشكركم جميعا وأراكم غدا إن شاء الله غدا ألقاق إن شاء الله ساعة 12 في نفس الوقت ونفس المكان بس باللغة الإنكليزية الإنكليزية يعني باللغة الفرنجية غدا تمور إن شاء الله بـ 12 o'clock same time same title which is how do we succeed to reach what we reach today والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر